السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو بديد موضوع فيديو النهاردة هو كيفية اخفاء اسمك على لعبة باب جي احيانا وانت بتلعب بيكون فيه اشخاص اسمائهم مخفية النهاردة هنشوف طريقة اخفاء الاسم تعالوا يا اصدقائي بنروح للمخزون اللي في الاسفل دي بعد كده بنروح للصندوق اللي في الاسفل القائمة وهنا اصدقائي بيظهر لك عدد من البطاقات اللي بيهمنها هو بطاقة تغيير الاسم ولو هي ميزهر عندك ده معناها انك عايز تلعب عدد اكتر من الجيمات علشان تظهر لك وبنضغط على كلمة استخدام وبعدين بنضغط على المربع اللي هنكتب فيه الاسم تمام وهنا الفكرة كلها يا اصدقائي ان في عدد من الحروف لما بتكتبها بطريقة معينة الاسم بيختفي ومش بيظهر طيب هي ايه الحروف دي حرف اليو بنروح لما تضغط عليه ضغطة طويلة ضغطة طويلة بيظهر لك القائمة دي بنروح للحرف اليو اللي عليه شرطة فيه الاعلى هذا الحرف بيكون عليه شرطة فيه الاعلى بنختاره وحرف الاو برضو بيكون عليه شرطة فيه الاعلى وحرف الاي تمام والاحرف دي اصدقائي ممكن تكتبها كابيتل وممكن تكتبها سمول تمام وطبعا بتحاول تنوع فيه الاحرف علشان ما يكونش الاسم مكرر ويتم رفضه تمام الاي نفترض ان انا اختار الاسم ده وحضغط على تم زي ما احنا شايفين الخانة مازالت فضية مع ان فيه احرف احنا كتبناها هضغط على موافق تغيير الاسم المستعار الى برضو مفيش كلام مكتوب نضغط موافق زي ما احنا شايفين يا اصدقائي تم تغيير الاسم ولو بصينا هنا في الاعلى هيكون مفيش اسم مكتوب وبكده بنكون نجحنا في تغيير الاسم اذا فيه شرطين لتغيير الاسم وعشان العملية تنجح معاك اول شرط ان فيه احرف معينة لما بتكتبها وفوق منها شرطة بتختفي ولو اخترت حرف وفوق منه شرطة ورايح تغير الاسم وكان الحرف ده ظاهر الغيمة الغيمة ضمن الاحرف علشان هو كده الخاصية مش فيه الخطوة التانية ان تقريبا اللعبة لا تقبل اكسر من سبع احرف يعني سبع احرف اكتر منهم بتطلب منك انقاس حرف وان شاء الله الطريقة بتزبط معك ربي يكون الشرح افادك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر